على نفسها جنت براقش برمجية التجسس بيغاسوس التي تنتجها شركة أن أس أو استخدمتها الشرطة الإسرائيلية لسحب معلومات من هواتف شهود في قضايا الفساد التي يحاكم عليها رئيس الحكومة السابق بن يمين نتنياهو وهذا الأخير وجد ضلته ليدعو إلى إسقاط ملفات الاتهام ضده الجمهور كله شاهد على ما يجري في المحكمة وكيف جرى التحقيق ضده وهذا بحد ذاته كاف لإغلاق ملفات الاتهام بحق الآن تحقيقه يتوقف على نتائج عملية الفحص التي أعلنت النيابة العامة أنها ستقوم بها للوقوف على الحقيقة وكانت الشرطة قد اعترفت متأخرة بأنها استخدمت برمجية التجسس بيغاسوس ضد معارضين ولتعقب مواطنين إسرائيليين من المثير للاهتمام أن أولا نتنياهو تجاهل الأمور ولكن بعد الاكتشاف هذا الأسبوع بأن البرمجة استخدمت ضده في قضيته صار ينتقد الحكومة فهذا غير أيضا التوجه الشعبي بالنسبة للموضوع الفصل الإسرائيلي بهذا الخصوص يأتي بعد أن تكشف استخدامها من قبل السلطات الإسرائيلية ضد دبلوماسيين وناشطي حقوق إنسان فلسطينيين ويلقي ذلك المزيد من الضوء على خطورة استخدامها مثل ما سبق أن فعلت أنظمة عربية وأخرى تعقبت معارضين وناشطين حقوقيين وبلغ الأمر ببعض المتعاطين بها تعقب الرئيس الفرنسي ومسؤولين أمريكيين مما جعل واشنطن تضعها على اللائحة السوداء إذا كانت السلطات الإسرائيلية قد استخدمتها ضد مواطنين إسرائيليين فما بالكم بالحال بالنسبة إلى المواطنين الفلسطينيين والعربي الذين يعيشون تحت سيطرتها سواء داخل الخط الأخضر أم في الأراضي المحتلة وليد العمري الجزيرة القدس